ولكن دايما بنقول اللي وقف ضد بلدنا ضد جيشنا ضد شعبنا العظيم الشعب هو اللي بتصداله احنا مش جهة رسمية انا مش تلفزيون تابعة الدولة وانا مش تغلش تابعة الدولة احنا تلفزيون خاص وانا مش تابعة الدولة خالص ولا لي علاقة بالدولة احنا بنعبر عن الشعب انا جاي والله عشان حضراتكم والله بقول لكم جاي مما تروح رأسا على هنا ما روحت اي مكان تحركنا وصلنا دخلنا القناة هنا عشان نطلع هاو في التوقيت بتاعنا اللي احنا كنا بعد المباراة اللي كان الكابتن شوير بيزعه وبيعلق عليها من شوية ناخد شوية تعليقات هاخد صلاة كدواتي على طول وهناخد رسالة لحضراتكم ناخد تعليقات كثيرة من حضراتكم وعلى صفحتنا كمان في تعليقات كتير بحاول بقدر الامكان بنحاول ناخد شوية تعليقات احمد مصطفى اللي معتز سيد اللي مصطفى سامح متاع قطر شوية المعتز باستنى الحلقة دي على نارد ابراهيم احمد تاني اللي كذا حمدي انسان كذا مثل الجماعة الحاجات اللي مش موجودة الشتايم كلها فاحنا شايلين كل الشتايم حفاظا على حضراتكم واحتراما لحضراتكم واحتراما لكل الناس سامير حتى الفيسبوك عارف انه نمرة تسعة معرفش نمرة تسعة دي معناها ايه كريم منتظر فرمو معتز مطر الجاسوس اخوان مطر ده كذا كريم اخوان شتايم بقول لكم كتير جدا يعني بنحاول بقدر الامكان ننتق شوية ولكن واضح كله داخل على الموضوع بشكل جامد جدا باع باع عرضه اسمه ايه ده على الوقت ده اللي قدامكم باع عرضه و ايه اللي باقي يعني بعد ما واحد بيشتم في بلده منتظر منه ايه اه في كذا هم اللي عملو له الاسم فيسبوك مش احنا وفعلا هو اسم لايق عليه انا بحاول اختار من الحاجات اللي قدامي اه الخاين اه متوقع ايه من كذا ده متخلف وخروف اه خاين لبلده اه ابن تميم وابن اردوغان وابن موزة اه بحاول انتقي اه عميل المتغط بماش عارف ايه عريان اه مهتز الاهطل اه معتز مش عارف ايه كله عملاء قطر في خطر حاجات بقول لحضراتكم كتير وتعليقات كتيرة اه مع هذا اللي حصل النهاردة بقول لحضراتكم صفحة رسمية لهذا الخائن اللي اسمه معتز اه مطر صفحة دي زي ما بقول لحضراتكم موسقة صفحة رسمية اه بتلاقي العلامة اللي قدام حضراتكم العلامة الزرقى هو ده وزي بقول لكم اتعمل في تميم من يوم الاربع بيتعمل في معتز النهاردة يوم كامل هذا الاهطل هذا الجاسوس الخاين جاسوس خاين على فكرة كل العيل دي خونا كلهم بالكامل جواسيس وخونا اي حد بيشتم بلدك وبيشتم جيشك خاين اي حد بيتأمر على بلدك جاسوس وعميل فدول على طول ينطبق عليهم العمالة والجاسوسية وهيفضلوا طول الوقت انا بقول لك يفضلوا برة هربانين زي الكلاب مالقش مكان يقوي تلاقي بلده هو التقوي بعد شوية هتكرتشه مش هلاقه وانا بقول لك بعد شوية هتكرتشه مش هلاقه لانه طول ما هو اختار 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 ينضم المين للحسالة مش ينضموا البلد يعني تعالى هنا في بلد وعارض لو انت عايز تعار ما فيه معارضة وفيه ناس بتعارض وفيه ناس بتتكلم كتير وإيه المشكلة يعني هو ما فيش اخوان في مصر فيه كل موسات البلد اخوان عارفين انه فيه اخوان طب بيعمل لكن هو اختار ايه اختار البحث عن فلوس ما اختروش انه ياخد موقف عشان هنا ولا عشان هنا كانوا اخدهم هو كان مع الاخوان قبلها وكان بيشتف الاخوان قبل ما يغرب كلهم كانوا اخدين الموقف ده شتيمة في الاخوان وفي محمد مرسي وعملين يطلعوا ولكن لما الفلوس بقى مشيت في ايديهم وبقت المرتبات كبيرة ولا يفرق معه يفرق معه مرسي يولع يفرق معه الاخوان يولعه انا المهم بتقبضني في الشهر كام تديني كام الف دولار تلاتين سبعين تمانين تسعين الف دولار اوه ده ده الموضوع الفلوس وفاكر بالفلوس ولا تنفع طول ما انت قاعد برا هتعمل بي ايه يعني ده عايز بيدور على مش عارفين يدوله حاجات كتيرة فهو الرسالة من حضراتكو لكل الخوانة ممثلين في هذا الخائن رقم واحد في عصابة جماعة الاخوان الانهابية معتز مطر قال كزا ده الهاشتاج اللي احنا شغالين عليه مع حضراتكو النهاردة وهنكمل هذا الهاشتاج وهناخد الصلاة ورسال بعد شوية بكرا ان شاء الله هتكون حلقتنا محافظة مطروح رحنا مطروح مبارح صبح